جزيلاً سيد المستشار على هذا السؤال هذا بغيت تذكر بأن هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة لدى الحكومة لما يمكنه ولا يمكنه أن يلعبه من دور في فك العزلة عن ساكنة القراوية وتحقيق العدلة المجالية ببلادنا كيف تتعرفوا؟ اعتمدت هذه الوزارة منذ الثمانينات عدد من المبادرات من أجل تطوير النقل العمومي بالعالم القراوي ابتداء من خلق فئة النقل المزدوية سنة 1986 وتكليف اللجنة الإقليمية للنقل بتقديم اقتراحات الرخص للجنة المركزية وتم اعتماد دفتر التحملات سنة 2013 من أجل تطير هذا النوع من النقل من جهة أخرى تم إنجاز مجموعة من الدراسات الميدانية بشركة مع السلطات والمجاليس المحلية أهمت 58 إقليم باش نحددوا المعطايات اللازمة من أجل وضع مخطط هذا النمط من النقل على مستوى كل الإقليم وعملت الوزراء أيضا على تقديم منحة خاصة لدعم النقل المزاوج من خلال برنامج الجديد الحاضرة وتيمكن يحصل النقال على تقريبا 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة في إطار الدعم للتسنائي أيضا ديال المحروقات تم إدراج هذا النشاط بدعم قدرهم ألف وتنمية درهم تقريبا في كل مدفعة أرغمه هذا الشيء ما زال سكن العالم القراوين ومناطق الجبلية يعاني من ضعف ديال الخدمات ديال النقل اللي تيطغع لها نقل غير مهيكل ويمكن بأن تفسير ديال هذه المشكلة هو عدم جدوى المبادرات لأنها ما تتخش بعين الاعتبار الطابع المحل اللي اللي تيتميز به هذا النوع من النقل واختلاف الحاجيات ديال المواطنين من منطقة إلى أخرى فلذلك وتفعيلا لمصار الجهوية المتقدمة تتواصل الوزارة تنسيق مع وزارة الداخلية في إطار تنزيل ورشة جهوية من أجل مواكبة لمجالس الجهوية باش تقوم بالاختصاصة دياله في مجال النقل ومنه النقل القراوي كما أنه في إطار الحوار القطاعي والعمل المشترك الذي باشرته الوزارة مدد جنبير 21 مع مختلف تمتيلية لمهنية تم الاتفاق مع مهني النقل بالعالم القراوي على تحديد المواضع والقضايا لتشكيل أولويات برنامج العمل لسنة 22 ولتتم الدراسة والعمال على معالجتها بهدف إيجاد حلول ملائمة لها في إطار المسؤولية والشراكة بين الجانبين وتتهم على الخصوص مراجعة مقتضايات برنامج جيد الحضيرة وتبسيط أيضا مرقمنات المساطير الإدارية المتعلقة بهذا النقل هذا وقد شكل اجتمع جنات القيادة لمنعقد احتراء رئاساتي مع التمتيلية المهنية للنقل بالعالم القراوي بطاريخ فاتح مارس 2023 محطة لتقديم حاصلة العمل المشترك لسنة 22 مرتبطة بتنزيل الأولويات اللي غريتم مواصلة العمل عليها في إطار برنامج العمل المشترك لهذه السنة إلى جانب موادع جديدة كمراجعات باقتضايات مدونة السير على الطرق التي تتهمهم وشكرا